اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 بالتأكيد لسه زعلانين لسه متضايقين لسه غضبانين لسه مصدومين من اللي حصل مبارح طبيعي يعني بعد ما خلصت الهوى مبارح غضب اللي كان على الهوى مبارح لقيته عند كل الناس وناس كانت غضبانة اكتر كمان وناس زعلانة اوش والكل غاضب الكل متنرفز وكل شايف ومنطقه انه يشوف ده ان دي مش المكانة الطبقية المنتخب مصر وناداخل الهوى النهاردة دي حاجة مش محضرة يعني وناداخل الهوى النهاردة احد الزملاء بيقول لي انه مبارح ليه واحد جاره نقلوا المستشفى بعد المباراة عشان كان متعصم ومتنرفز جدا اثناء المباراة وعنده مشكلة في القلب اكيد الحكاية دي مش عند جار زمينة بس اكيد عدت على ناس كتيرة في الشعب المصري ربنا يا رب بيحمل جميع طبعا بس لا حد قدر ده ولا توقع ده ولا ادارة اتحاد كورة بتفكر في ده ولا منظومة كورة بشكل عام بتفكر في ده ولا مدرب ولا لعبين ولا اي حد عشان بقى بنتكلم بأمانة يعني بيفري معايا حاجة كل واحد بيفري معايا كم مليون بتاع اخر الشهر ربنا يرزق الجميع مش هادي الحكاية وبصراحة انا مباراة كنت غطبان ولسه غطبان طبعا بس وحنا بنحضر للحلقة النهاردة فكرت يعني هطلع اقول نفس الكلام اللي قلته مبارح هرجع هطلع اقول نفس الكلام اللي قلته من سنة اللي قلته من سنتين اللي قلته من خمسة اللي قلته من عشرة انا وغيري نفس الكلام انت كمشجع انت كجمهور انت كشعب مصري سمعت مننا جميعا كإعلاميين يعني وصحفيين وكل الناس اللي بتشتغل في الإعلام بشكل عام يعني نفس الكلام ونفس الغضب ونفس الزعل وبنعد نقول ليه وليه ده ما بيحصلش وليه قطاعات الناشئين وليه الاحتراف وليه المسابقات بأنه نقول نفس الكلام ده بقى أنا عشرين سنة واللي قابلينا غالبا كانوا بيقولوه برضو فأنتك راجل مطلقي لما هيتقلك الكلام ده كل شوية هتيجي تقول اتكلم يعني يقولوا أي كلام ماشي ابرافع عليكم ما احنا عارفين تبتقول لنا ايه الجديد يعني صح عندك حق والله والله لما فكرت النهاردة وانا طالع اقول لك مثلا ايه اتحاد الكرة ده فشل فشل زريعة انت مش عارف الكلمتين دول ماشي هقول لك والله يا فيتوريا صدمنا ومش مدرب جيد يعني يقولت لك حاجة جديدة هقول لك والله سلعيبة بتاعتنا ممكن يبقى فيه احسن انت عارف قلت النهاردة احاول اعمل حاجة جديدة احاول اعمل حاجة جديدة احاول افتح الدماغ بتاعتي وبتاعتك والاهم الناس المسؤولة عن الكرة في مصر نفتح دماغهم يعني نخليهم يفكروا بشكل مختلف مش هقولك اللي هقوله دلوقتي ده حلول لمشاكل منظومة كرة القضب المصرية واكبرها اوي بس هقولك تفتيح الدماغ يعني نفك مع بعض شوي اديك نقطة كده يمكن تروح تمشي فيها وتشتغل فيها احسن مش هدهالك كاملة يعني مش هقولك تحل ازاي بس هاش هقولك هقولك دي لو عملت فيها كذا ممكن تتحل وانت كمل بقى الطريقة كنت المسؤولة عن الكرة ده شغلك انت مش شغل انا بس حاول اساعدك ما هي المصلحة واحدة لما الكرة في مصر تبقى كويسة تبقى في مكانتها الطبيعية احنا كلنا كسبانين الاصل ايه الاصل اللي احنا المفروض كلنا نساعد من غير مصلحة صح ولا غلط لكن في ناس اغلبية الناس اللي بتشتغل في الكرة في مصر لها مصلح بس مش المصلحة اللي احنا عايزينها انا وانت كمشجع المصلحة اللي احنا عايزينها هي مصلحة الكرة المصرية هو ممكن او غالبا بيبص المصلحة الشخصية باي طريقة بقى بطريقة اي طريقة ان كان يعني